هو حضراتكم متأكدين أنكم عارفين الفرق ما بين الإنسان والإرد يمكن أن أكون أنا عارف الفرق ما بين الإنسان والإرد الفيديو بتاعه النهاردة ده فيديو صعب شوية والبحث العلمي اللي إحنا حنتكلم فيه النهاردة بحث صعب شوية لكن بعد الفصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم من منتصف الستينات القرن العشرين وقصص كثيرة وروايات طلعت أساساً في فرنسا وبعد كده تنقلت لأمريكا عن فكرة اللي هيحصل لو الكوكب بتاعنا ده كوكب الأرض سيطرت عليه الأرود اللي اتعملت بعد كده سلسلة أفلام وزعت في السينمات لسه حتى قريب اللي هو سلسلة أفلام بلانت أوف إيبس كوكب الأرود بالسلسلة بتاعته كلها من بدايات القرن العشرين وكانت في بعض التجارب عملوها الدكاترة الروس والعلماء الروس بذات في سنة 1924 عن محاولات لتخليق كائن هاجين كل كلمة أنا بقولها مقصودة في مكانها دلوقتي فكرة تخليق كائن هاجين وبصراحة مش ححكي عن التجارب اللي هم عملوها لإني يمكن مش حقدر أحكي هم عملوا إيه بالزبط في سنة 2019 فريق علمي مكون من عالم جينات معروف على مستوى العالم في مجال الجينات وفي مجال العلاج الجيني اسمه دكتور وان كارلوس هو أساساً بيشتغل في كاليفورنيا في أمريكا ومعه فريق طبي قرر أن هو يسيب أمريكا وياخد الفريق الطبي بتاعه ويبتعد عن أي مكان في أي نوع من أنواع الرقابة الأخلاقية على الأبحاث العلمية اللي هو هيعملها سافر للصين وهناك في معمل علمي خاص قدر زي ما الخبر بيقول كده أنه يخلق أول كائن هجين ما بين الإنسان والإرد أول كائن هجين ما بين الإنسان والإرد وكل كلمة أنا بقولها هي نفس الكلمات اللي جات في الخبر في الانديبندنت لأن البحث العلمي بتاعه لسه ما تنشرش في المجالات العلمية لغاية دلوقتي بدون ما ندخل في تعقيدات علمية أو في المصطلحات الطبية غمقة شوية هنشرح هو عمل إيه وإيه هدف من البحث بتاعه البحث بتاعه كان قائم على أنه هو هيجيب الأجنة بتاعة الأرود ويوقف الجينات المسؤولة عن إنتاج الأعضاء الجسدية للإرد يعني هيوقف الجينات اللي بتصنع الأعضاء بتاعة الإرد سواء القلب، الرئى، الكبد، البنكرياس إلى آخره وزارة عن مكانها خلايا جذعية من إنسان وحطاها مكانه بحيث أن الإرد ده لما يكبر لما يتولد ويكبر تبقى عنده أعضاء بشرية إنسانية على حسب الخبر المنشور البحث العلمي ده توقف على حوالي أعتقد على 14 أسبوع ولم يكمل الحمله قراروا أنهم يجهدوا الأم أو يجهدوا التجربة بالكامل الهدف المعلن من التجربة دي هو كان أنه ينتج أعضاء بشرية تساعد في علاج الناس اللي تتقلم بسبب الفساد أو العطب اللي لاحق بأعضاءها يعني لو في إنسان لا قدر الله محتاج زرع قلب يبقى ناخده من الإرد ده محتاج زرع رأة محتاج زرع كبد أي مكان العضو اللي هو محتاجه بياخده من الإرد اللي هو عدله جينيا ده الهدف المعلن من التجربة طلعت بعض المحاذير العلمية من التجربة دي وأيضا من علماء أسبان يبدو أن الإسم أسباني بيحذروا فيه من بعض المخاطر العلمية اللي ممكن تحدث بسبب التجربة دي فكان أول تحذير أطلق وهو أفرض أن الخلايا الجذعية دي اللي تزارعت جوه للإرد قدرت أنها هتهاجر إلى الجهاز العصب المركزي بتاع الإرد اللي هو المخ والحبل الشوكي وقدر الإرد في الحالة دي حيبقى له مخ بشري حيبقى شكل الكائن اللي حيطلع إيه الرد بتاع الدكتور خوان كارلوس والعلماء اللي معاه قالوا لهم لا إحنا قدرنا إن إحنا نوقف في الجينات المسؤولة عن إن الستيم سيلز دي تتحول إلى الخلايا الجذعية دي تتحول إلى جهاز العصبي مركزي للإرد يعني مجرد بس إنها تتحول لأعضاء مش عصبية اللي هو القلب والرقة والكبد والبانكرياس إلى آخره التحذير الثاني كان أو الخلايا الجذعية أصبحت خلايا الجنينية قادرة على التكاثر يعني سواء إلى حيوان منوي أو بويضة والكائنات دي أصبحت لها القدرة على إنها تتكاثر هيبقى الوضع إيه دلوقتي يعني الكائن اللي حيتولد دلوقتي ده هيبقى إيه؟ هيبقى الإنسان أصله إرد ولا هيبقى إيه بالظبط؟ وهل فيه الإمكانية للتكاثر بهذا الشكل ولا لأ؟ رد العلماء أعتقد بنفس الرد إن هم وقفوا التحول الجيني في القصة دي وإن كان الرد بتاعهم مش واضح قوي في الكلام التحذير الثالث طالع من عندي أنا وأتمنى إن ما تكونش دي يعني طريقة تفكير علمي خاطئة أو ما تكونش علمية بالمرة لكنها يعني ده الهاجس اللي جالي نضمن منين بعد كده في المستقبل إن إحنا لو أخذنا عضو من من الإرد ده أو من الكائن الهاجين ده وزرعناه في الإنسان إنه مبقاش محمل بخلايا جذعية قردية وأيضاً تهاجر إلى مختلف الأعضاء البشرية بما فيها المخ بتاعه ويبقى جوه الإنسان ده في نوعين من الخلايا العصابية أو من نوعين من الجينات جينات إنسانية بشرية وجينات قردية أتمنى أني أنا أكون يعني بفكر بشكل سليم علمي ما يكونش ده يعني شطحة ما يكونش لها أساس علمي مش أعرف رأي حضراتكم إيه؟ رأي حضراتكم المفروض العلماء تستمر في مثل هذه النوعية من الأبحاث علشان تساعد لو فيه إنسان بيتقلم إنه يلاقي يعود ويعيش به ولا إن العلم بتاعنا شطح زيادة عن اللزوم وتجاوز كل الحدود والأخلاق وكل الحدود المفروض إنه يبقى خاضع ليها وأصبح زي ما بيقول الخبر كده تخليق أول كائن هجين يعني أصبح مش بس إنهما بينكروا فعل الخلق لكن دلوقتي الخبر بيقول إن الإنسان هو الذي أصبح يشكل النوعية الخلائق في المرحلة اللي جاية لكن هنا برضو فيه أكتر من سؤال في رأي حضراتكم هو إيه شكل عدم المشروعية في البحث العلمي ده؟ إيه شكل عدم الأخلاق في البحث العلمي ده؟ يعني ليه البحث العلمي ده يتكلف ملايين اليوروز وما يتعملش في أوروبا أو في أمريكا هو يتكلف بالفعل ملايين في الصين فليه ما يتعملش في أوروبا أو في أمريكا؟ يعني إيه الجزء الأخلاقي اللي في البحث ده اصطدم بالمعايير العلمية أو المعايير الأخلاقية أو حتى المعايير العلمية التطورية في أوروبا أو أمريكا من الأول خالص وهناك نوع من أنواع السخرية لما حدي يتكلم عن فكرة الخلق وبعدين وصلنا لفكرة إن الإنسان والأرد مش الإنسان أصله أرد زي ما مقولة الشائعة بتقول لا لكن الإنسان والأرد ليهم أصل مشترك وبيسموا كده هي كائنات مترابطة والترابط ده أحيانا بيشمل كل أنواع الخليقة لما بيقولوا إن فيه تشابه جيني بيننا وبين حتى النباتات البطاطس والكروسة والموز إلى آخره فدلوقتي إيه شكل عدم المشروعية أو عدم الأخلاق في البحث ده بناء على المعايير بتاعتهم في أوروبا أو في أمريكا يعني أفرد كده مثلا أنا عندي قوضة فاضية قررت كده جيب فيها شوية أجهزة وميكروسكوب وقاعدنا نحمل التجربة دي هنا عندي أنا في القوضة إيه وجه عدم الأخلاق في النقطة دي السؤال الثاني وأتمنى برضو إن أنا أجد إجابة عند حضراتكم هل يجوز لنا إن إحنا نعترض على بحث إحنا مش قادرين لا نعمله أو نتابعه أو إن إحنا نقيمه يعني البحث ده تكلف الملايين واضح إن ليه تجهيزات علمية رهيبة وتجهيزات يعني معملية ضخمة فتقول إن أنا مش قادر كمؤسسة علمية أو مؤسسة بحثية إن إحنا نعمل البحث ده هل ده بيدينا الحق إن إحنا نرفضه ولا إن ده يعني بالبلد كده لعنب ده حسرهم السؤال الثالث هو البحث العامل لسه ما تنشرش في المجلات العلمية يعني لكن غالبية الصحف الأوروبية والأمريكية اتكلموا عنه ومنشور يعني وححط لكم اللينك بتاع الاندبندنت الإنجليزية في الوصف تحت والسؤال هو ليه ما فيش ضجة هنا في مصر أو ضجة في الشرق عموما على التجرب دي بفرض إن إحنا من حقنا زي ما قلت في السؤال الثاني من حقنا إن إحنا نقول رأينا أو من حقنا إن إحنا نعترض وفي رأي حضراتكم هل التجرب دي في يوم من الأيام ممكن تنفع الإنسان اللي بيعاني من أمراض ولا مش هتنفعهم وأيهما أكثر معقولية أو أيهما أكثر أخلاقيا إذا كان البحث ده مرفوض أخلاقيا بناء على معايير بتاعتهم في الغرب إن أنا أخلق كائن هاجين ما بين الإنسان والإرد ولا إن أنا أنتج كائنات بشرية بأعضاء بشرية بدون رأس لأن كان في أبحاث تانية بتخطط إنها تعمل كائنات بشرية وتتولد بدون رأس يبقى كده إحنا يعني حلوا المشكلة الأخلاقية إن ده إنسان في نفس الوقت إحنا ما دبحناهوش وأخدنا الأعضاء بتاعته لا مجرد إنه مصنع محمل بالأجهزة إحنا أخدنا الجهاز العضو اللي إحنا عايزينه أخدنا منه القلب أخدنا منه الكبد وهو الأساس هنتولد بدون رأس السؤال الرابع والأخير وهو السؤال المهم واللي بيطرح نفسه دايما وأبدا من الساعة ما إحنا بدأنا سلسلة أو بدأنا الفيديو اللي فات بتاع الفرق ما بين الإنسان والحيوان هو إيه الفرق ما بين الإنسان والإرد على وجه الخصوص كانت حصلت إجابة من أخوية وموجودة على الفيديو اللي فات وفي بعض طبعا حتى الجوة الانتبندنت وفي ناس كتير تتكلموا على إن خايفين إن بالتجارب دي الإرد يكتسب وعي فالسؤال هنا هو إيه الشكل الوعي اللي حيكتسبه الإرد؟ يعني إيه مفهوم كلمة وعي؟ في الطب النفسي مش عايف إذا كنت حقدر أتكلم في موضوع الوعي ده ولا لأ لكن لو حضراتكم عندكم إجابة على إيه الفرق ما بين الإنسان والحيوان أتمنى إن أنا أشوفها في التعليقات مستني أسمع رأي حضراتكم مستني أعرف المفروض إن إحنا نعترض على التجارب دي ولا إن العلم المفروض ياخد المسيرة بتاعته لأن في النهاية ما حدش هيحد العلم أو يحد التطور العلمي شكرا ليكم وابنا يا عافينا جميعا سلام شكرا ليكم خلوق ما